أملاح اليوريت وأملاح الأجزلات دي موجودة في إيه من الأكل؟ علشان نتجنب زيادة الأكل من أنواع الأغذية دي موجودة في السبانخ السبانخ الحلوة دي المفيدة اللي فيها حديد ومليانة كالسيوم عشان هي لونها أخضر آه بس ما نزودهاش السبانخ تزود أملاح اليوريت وأملاح الأجزلات فما ندهاش كتير للأطفال أو كميات كبيرة البامية، المنجة، الفراولة، الجوافة، الطماطم خلاص؟ وطبعا أي حاجة حد أزيادة يعني أو بملاحة زيادة ماشي؟ مرة تانية الحاجات اللي أنا قلتها السبانخ والفراولة والجوافة والطماطم والبامية والحاجات دي ما بقولش إن إحنا نمنعها مش مطلوب إن إحنا نمنع الأطعمة دي لكن كل المطلوب إن إحنا ما نقدمهاش للطفل بكميات كبيرة طيب في حاجات تانية تزود أملاح اليوريت وأملاح الأجزلات غير الحاجات اللي هي السبانخ والبامية والمانجة والحاجات اللي أنا قلتها دي والطماطم والفراولة والجوافة وكده آه ده دي بقى الحاجات الأخطر والأكثر انتشارة إيه هي؟ بيتهالي فيه ناس عرفوا أو استنتجوا المقرمشات الحاجات اللي هي تتبع في الكياس دي الحاجات المقرمشات فيه كمان حاجة تانية مهمة أوي لازم نخلي بالنا منها إيه هي؟ إن العصائر الحمضية أو الفواكه الحمضية إيه هي الفواكه الحمضية دي؟ البرتقان الكيوي الجريب فروت اللامون إذا اعتبرنا من العصائر يعني خلاص غنية جدا بفيتامين سي آه دي حاجة حلوة فيتامين سي دي حاجة حلوة آه بس إحنا اتفقنا إيه؟ ما هو الأمثلة الشعبية دي مش بس ليه علاقة بالأحوال الاجتماعية ده تصدقوا إن ليه علاقة بالطب والعلم مش فيه مثل يقول اللي يزيد عن حده يحصل إيه؟ يتقلب ضده صاح كده؟ ففيتامين سي اللي هو الحاجات دي الفواكه والعصائر الحمضية دي مليانة فيتامين سي للأسف برضو لو ديناها كتير للأطفال فيتامين سي كثرته يساعد على ترسيب أملاح الأجزلات في حال وجودها في الجسم بكميات كبيرة يعني لو هي موجودة أصلا بسبب بقى أغذية زي ما قلنا زي المنجا والسبانخ والفراولة والجوافة والطماطم والحاجات دي كلها والبامية والبتاع هي موجودة هي أملاح الأجزلات وأملاح اليوريت أو كان الطفل بيأكل حاجات مقرمشات خلاص وبالصدفة بقى الطفل ده بيأكل فواكه حمضية أو بيشرب عصائر حمضية زي عصائر اللمون والبرتقان والكيوي والحاجات دي كلها خلاص أو بيأكلهم كفاك يقوم فيتامين سي ده لو زايد يرسب الأملاح دي أكتر يبقى إيه المطلوب ببساطة بس ببساطة شديدة الاعتدال الاعتدال أمر مهم جدا وأهم حاجة في القصة دي كلها تعويض الأطفال على شرب الماء هتقولولي الصغارين كمان أقولوكم آه ده احنا دلوقتي خلاص الأبحاث كلها بتقولي أن من أول 3 شهر نقدر نسقي الطفل مية بعد كل رضعة وأنا بتكلم بقى هنا عن الأطفال الأكبر الحقيقة لأنه نسب إصابة الأطفال الأكبر اللي هم عندهم بقى 3 سنين فما فوق بيكون نسب أكبر بكتير من الأطفال الصغارين فلازم الأطفال دول يشربوا مية كتير ترجمة نانسي قنقر